بسم الله، يعطيكم الع deserved اليوم سنتحدث عن الستيرول الستيرول هو موجود بالنبات و موجود بالحيوان والستيرول هو ثالث نوع من انواع الليبت الليبت حكيانا ممكن يكون تراغليسيرايد ممكن يكون فوسفوليبت وممكن يكون الستيرول هلا بالنسبة للستيرول هو موجود بالنبات وبالحيوان وكمان شكله ايش بحكي لكم انه شكله multi ring structure شوفوا معي شكله في عندي حلقات شايفينها الحلقات السوداسية والخماسية هاي الحلقات لما تشوفوها بالستيرول بتاعه ان هذو هو استيرول اذا الستيرول هو فيه multi يعني عديد ring يعني حلقات structure تمام وهو كثير جدا بختلف عن triglyceride اذا من الذاكرين حكيانا انه الفوسفوليبت و triglyceride يكتبش به بعض حكيانا انه triglyceride شوف معي معي هال triglyceride بتكون من الجليسيرول ومرتبة فيه three fatty acids اما الفوسفوليبت فهو عبارة عن كمان الجليسيرول مرتبة معه two fatty acids ومرتبة معه الفوسفاتي جروب اما اللي حكيانا عنه من شوية هو الستيرول هو بختلف اختلاف كله وعبارة عن كل رينقات عبارة عن كل حلقات مرتبة بعضها البعض وكمان هو انسولي بالانوت اكيد انسولي بالانوتر لانه فات يعني دهون ما بتذوب بالمي وكمان احكيت لكم موجود بالبلانت وموجود بالانيمال لما تكون موجود بالبلانت شو بكون اسمه ستيرول زي ما هوتاي او fightosterols تمام اما لما يكون بالحيوان بيكون اسمه الكوليستيرول من كلمة كوليستيرول اساسا اخيرها ستيرول فالكوليستيرول بس بس وفقط وجست انه موجود وين بالانيمال سورس ما في نباتة جواه كولسترول والكولسترول يسبب الجلطة طبعا عمك شفته نباتة بيحكوا هاي النباتة والله ما دت لانصابتها الجلطة اكيد لا فالنبات ما في داخله كولسترول تمام النبات لا يوجد فيه كولسترول كولسترول فقط موجود وين found only in animal products موجود فقط في المنتجات الحيوانية مثال عمتجات الحيوانية زي البيض زي الحليب زي اللحم تمام وهو كمان وين بيتم تصنيع الكولسترول الكولسترول بيتم تصنيعه في يصنع الكوليسترول في كبد الانسان فالمكان الذي يصنع الكوليسترول في الكبد سوف نتحدث عن الموضوع بالتفصيل في الفيديوهات القادمة اذا لم تكن تعرفوا ان الكوليسترول يصنعه في كبد الانسان وكبد الانسان تقريبا يصنع لي ما يقارب من 800-1500 ميلي جرام يعني باليوم الواحد يصنع لي من 800-1500 ميلي جرام من شو يصنعها؟ يصنعها من بقايا من فراغمنت للكربوهايدرات والبروتين والفات من هذه البقايا يصنع الكوليسترول من 800-1500 ميلي جرام وكمان الكوليسترول بإمكاننا نأخدها من المصادر الغذائية من جسمنا ممكن نصنعها وممكن نأخدها من الأكل لكن جسمنا بصنعها بكميات أكبر بكثير مصادر الغذائية اللي بنأخد من الكوليسترول الجسم بصنع من 800-1500 ميلي جرام أما الأكل لازم ما نأخد أكثر من 300 ميلي جرام بردي أما جسمي بصنع لي من 800-1500 ميلي جرام فجسمي بصنع أكثر إنه أنا أكلي 300 ميلي جرام وجسمي بصنع من 800-1500 ميلي جرام فالجسم بصنع لي أكثر من الأشي اللي أنا أباكله تمام؟ في عندي مركبات مصنعة من الكوليسترول البايل أسدي اللي حكينا عنها اللي بتم تصنيحها في اللذر صح؟ من إيش تصنع طلعات؟ طلعت تصنع من كوليسترول وإيش تصنع من خزن بالغالي بلادار ثم استخدامها في عملية الديجيشن للدهون وإيش تصنع من الستيرويد هرمون هرمونات الستيرويدية مثل التستستيرون الذي موجود في الذكور الهرمون الذكورة الأندرجن هرمون الذكورة في الأنيميل الأسترجن هرمون مسؤول عن الحمل الكورتزول الكورتزون الألدوستيرون هرمونات بشكل عام مصنعة من لبد مصنعة من الكوليستيرول وكما فيتامين دال اللي بناخده كسبليمين ومصنعة من الكوليستيرول شوفوا معي هاي الفيتامين دال مصنعة من الكوليستيرول هذا هو الكوليستيرول يكون عندي مجموعة O-H هاي الفوق هو الكوليستيرول والتحت هو الفيتامين دي ثري كثير متشابهين لكن بس في اختلافات خفيفة صنعت لي من الكوليستيرول الفيتامين دي ثري دي ثري لانه هو الدي الفعال او يلي بعطيني الفنكشن للفيتامين وكمان حكيان ان الكوليستيرول ممكن يكون بالبيل أسيتس رح نحكي عنه بالتفصيل طبعا حكيانا بصنع الهرمونات وصنع الفيتامين دال حسنا تبعه الكوليستيرول اميه يكون جزء من الزل ممبرين لا غلشاء الخلية الكوليستيرول اميه يكون من جزء من السل ممبرين كيف؟ أهمية انه يكون جزء منه و ما وظيفته؟ يحافظ على استقرارية السل ممبرين كيف يحافظ على السل ممبرين وهذا يوجد فوسفايت mafatoe acid في الموجود فوسفايت بالكوليسترول و هناك الكوليسترول لو كان الكوليسترول سيكون فيه إلي إشيه ولو لم يكن موجود إليه داخل بيشيه بداية بدأت مزلوا لم يركز على الأواتش جروبي أهميتها أنها هي الاشي البيلر التي موجود داخل الكوليسترول هذا الاشي البيلر سيأتي ترتبط مع البيلر هيد مع الفوسفايت من الفوسفايت وهذا الهو الوه عل Gi ان لاحقا لاحقا active لماذا يعتبر الكوليسترول ؟ لماذا يعتبر الكوليسترول ؟ يعتبر الكوليسترول لما تكون مالها داشت الحارة عندما تكون داشت الحارة عالية سيكون الممبران أو الغاليشاء الخليه كثير رخو كثير سائل فأنا بهمني أمنع أن الممبران ينفصل عن بعضه مثلا أن أمنع أن يكون فأنا أضيف الكوليسترول لكي تربطهم ببعض رابط هذه الجهة مع هذه الجهة مثل جسر لما يكون الجو كثير حار فتمسك كل جزء مع الجزء لكي تربط مع بعض لو كان الدنيا كثير برد سيكون الخليه كثير صلب كثير رجد كثير متماسك كثير متجمد فبالتالي أنا بحتاج الفوسفوليبد أشبع ما بالكوليسترول الكوليسترول بيساعدني علشان أنا أخلي في عندي فلويدتي أخلي أنه مش كثير مرتبطين ببعض أمنع أن الفوسفوليبد أمنح أن تكون متصلة مع بعضها البعض فأدخل بناتهم كوليسترول وجود الكوليسترول بناتهم بتحافظ على الفلويدتي بتحافظ على أن يكون السلممبرين كثير أفضل لما يكون الدنيا برد إذن لما تكون الدنيا شوب بربطهم مع بعضهم البعض عشان يمنع أن ينفصلوا ولما تكون الدنيا برد بدخل بناتهم ويمنحهم أن يتواصلوا مع بعضهم أو يكون ملزقين ببعض الكوليسترول كثير مهم لكي حافظ على السلممبرين إذا مين للمسؤول على الحفاظ على السلممبرين أو على استقرار الغشاء الخلوي يلي هو الكوليسترول إذا الكوليسترول أهميته بأنه حافظ على السلممبرين بإما أنه يمنع السبلتين نود أبارد انه يكون السلممبرين كثير رجد كثير قاسي لما تكون داشت الحارة معلها منخفضة تمام عندها نحن توقف اتمنى تكونوا استفدتوا اذا استفدتوا لا تنسوا تدعمونا بلايك وتشتركوا بالقناة وتدعونا دعاء حلو بالتوفيق للجميع